اشتركوا في القناة مرحباً 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 أحبائي مرحباً عمو يزيد وفرحان بزاف لكم أهل يوم ونتمكم فرحانين؟ برافو إذا أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما أصدقائنا لرمهنا وتفرحوا معلكم إلى تروجه الموقع الأنترنت عمو يزيد بون كوم بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلى تروح الأنترنت تكتب عمو يزيد بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور عبر موقع الأنترنت عمو يزيد كوان كوم عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة كثيرة وعمو يزيد حبي يستعدي فيكم كامل 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 أنا يشوف فيكم شحر لكم الشابين تعالي بنتي يروحي أروحي الشاب أروحي أروحي ما اسمك بنتي؟ إيلين إيلين وين تسكن إيلين؟ في العاصمة وين تسكني؟ سيتي داركم؟ أو كان يفي قولك ماما وبابا بلين سيتي وين تسكني؟ تفكري؟ سيتي؟ باب صندين باب باب واش؟ صندين باب زوار باب زوار تنسيها إنه يزعفوا عليك نسكنوا بب صور تقرأي ملوح بنتي لايبا لايبا تعالي بنتي روحي روحي الشاب أروحي تعالي 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 دوري عند الأطفال بش يشوفوك دوري دوري واسمك بنتي؟ ميرا ميرا واسمها؟ ميرا ميرا اسمك شباب ميرا شحارفها عمرك؟ خمسة؟ شباب ميرا نحسب حل حل شباب ميرا ميرا حسيندا أختك هذي؟ بدخلتي آه بدخلتك الله يبارك الله يبارك شعر في عملك ولدي؟ عشرة عشرة أيام؟ عشو سنين عشو سنين شاطر في الدراسة الله يبارك الله يبارك ولدي تفضل 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 أحبائي تعالوا ولدي روح تعال 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 وقف قدامي نظر الأطفال بشي يشوفوك واسمك؟ رامي شعر في عملك رامي؟ 8 8 8 سنين 8 سنين شاطر في الدراسة تحجبت المؤدل 8 على 10 8 على 10 برافو 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 شاطر 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 برافو 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 أحبائي موش رايكو منستقبلوا رسائل أصدقائنا لأطفال رسائلكم موسيقى موسيقى بالدخط على زرار أراء و الملاحظات إذا جللوا ضعوا البريد في علبة البريد مش عمو يزيد من بعد يقرأوا فالكم هنا يا أحبائي وأنتوما إذا حبيتوا يترسلونا معلكم إذا تروحوا الموقع الانترنات عمو يزيد شكراً جللوش أحبائي في هذه الفترة يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحبائي أباكم حقوق الإنسان؟ الإنسان عنده حق أن يكون عنده اسم أن يكون عنده وطن كين حقوق حقه في الحرية أحبائي كين شعوب هنا الحمد لله في الجزائر عندنا الحرية ولكن كين شعوب ما عندهاش هذه الحرية شعوب ما عندهاش أبسط أبسط وأدنى شروط العيش بكرامة أحبائي إذن إحنا الجزائر وإحنا كذلك نضل من أجل حقوق الإنسان أن يكون للإنسان حقوق أحبائي يوم السبعة ديسمبر هو اليوم العربي للأسرة عربكم للأسرة مهمة جدا تحبوا الأسرة تعكم؟ ما هو الشيء الذي يشكل الأسرة؟ الأسرة مشكلة من؟ من؟ من أفراد أفراد هو الأب والأم والأطفال والأسرة يعني كيكونوا أسر وش يشكلوا؟ لا لا أسر بزاف وش يشكلوا؟ مجتمع برافو بنتي برافو يشكلوا مجتمع أحبائي مجتمع مشكل من أسر إذن إذا صلوحة الفرد صلوحة الأسرة إذا صلوحة الأسرة صلوحة المجتمع أحبائي إذن لازم نسعاو باش الأفراد تعنيه يكونوا متربيين متخلقين حتى يعطونا أسر متخلقة وأسر عندها الحس المدني وعندها الفعل الحضاري كذلك وهذك الأسر يعطونا مجتمع متحضر ومجتمع مرتاح أحبائي يا أخي برافو 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 يوم 10 ديسمبر كذلك كاليوم العالمي لحقوق الحيوان أحبائي الحيوانات عندهم حقوق شفتوا عند عمو يزيد ما كان حتى حيوان في قفص كل الحيوانات طاليقة ما هي لم ربطة لولو لاحظتوا هاد شيء كلها طاليقة الحيوانات لازمها تعيش طاليقة أحبائي من أديوش الحيوانات يا أخي نعطيهم يشربوا الماء نعطيهم يأكلوا مثلاً كي تكون هكذا كي يكون الحر مثلاً في فصل الصيف ولوش يقولوا الناس ديروا إناء تع الماء قرب المنزل علاش بش دا كان قطة ولا كلب ولا أي حيوان كان مار وعدشان يسيبوش يشرب أحبائي يجب الرفق بالحيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالرفق بالحيوانات كان يرفق بزف الحيوانات أحبائي لا نؤذي لا نؤدي الحيوانات يا أخي برابو عندي مفاجأة لكم في هذا المجال هذا هو الأغنية شحل شبا تحبون ألغز؟ نعم لغز اليوم يقول هو لغز سهل شوية رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة ولم يبتل شعر ولم تتبلل شعر واحدة من رأسه لماذا؟ وعيدوا اللغز رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة ولكن شعره قامت شمخش علاش؟ على ذلك من الشاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم أصدقائنا لا يمشون فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الأنترنت بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد برهبوا برهبوا أحبائي على مال يبني الشاطنين أصبتوا الإجابة برهبوا برهبوا أصدقائي إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتموا أصدقائنا لا يمشون فينا يقدروا يجاوبوا عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز ونحن أدركها نروحوا نتعرفوا عبر فقرة شخصية اليوم على المرحوم الشريف بوشوشة مع خلود تفضلي خلود بنتي تفضلي تفضلي تحية تحية الخلود مرحبا يا أطفال مرحبا شريف بوشوشة شريف بوشوشة الغيشاوي قائد المقاومة في الصحراء الجزائرية هو محمد بن تومي بن إبراهيم المدعو بوشوشة بمعنى الفارس ولد سنة 1827 ميلادي بالغيشة بولاية الأغواط من أسرى فقيرة ومحافظة على التقاليد الإسلامية حفظ القرآن وتأدب بأخلاقه وتعلم الرماية والركوب الخير منذ الصغر إضافة إلى جولاته التي قام بها إلى مختلف الزوايا في الجزائر وخاصة زاوية طولغا ببسكرة كان وصول المستعمر الفرنسي إلى الغيشة وبناء أول مركز استعمار سنة 1856 ميلادي في الحي الشرقي بالغيشة له تأثير بالغ في حياة الشريف بوشوشة وجعله يفكر في الخروج والتنقل لجمع المال والسلاح الضروري لتنقلاته وحركته وإعلان الجهاد خرج من الغيشة وانتقل نحو مدينة فقيق بالغرب الجزائري لكنه تعرض للاعتقال سنة 1862 ببخنيفيس بوادي مكرا بمدينة سيدي بالعباس وفي سنة 1863 فر من السجن وتوجه إلى قبيلة البيض حيث شارك في طورة أولاد سيدي الشيخ التي اندلعت سنة 1864 ميلادي ضد المستعمر الفرنسي ثم انتقل إلى تونس ثم إلى ليبيا لجمع السلاح والمال كما أنه أصبح من أعوان السينوسين وتأثر بحركتهم في 31 مارس أخذ إلى سجن ورقلة وبعدها تم نقله إلى سجن الأغوار ليأخذ بعدها إلى قسنطينا أين حكم هناك؟ توفي يوم 29 جوان 1875 ميلادي بقسنطينا رحمه الله برافو 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 خلود بنتي إذن شريف بو شوشا قائد من قادة المقاومات الشعبية أحبائي على بركم باللي الشعب الجزائري كان رافض للاحتلال الفرنسي منذ دخوله كانت مقاومات شعبية في كل مكان مقاومات الشيخ المقراني للا فاطمان سومر الشيخ بون عاما ولا تسيد الشيخ كانت مقاومات سعيد بن شهرة إذن وشريف بو شوشا من بين هؤلاء القادة اللي فجروا المقاومات الشعبية اللي أدات إلى طورة التحرير اللي بفضلها الجزائر حرة مستقلة وأحبائي وعلى بركم باللي هذه السنة المقبلة هذه في سنة 2022 هي ذكرى الستون لاستقلال الجزائر 1962 2022 ستين سنة تمر على الاستقلال أحبائي نعتز ونفتخر بهذا الاستقلال اللي توفهوا عليه ناس واستشهدوا عليه ناس لضحوا بالنفس والنفس المجد والخلود للشهدائنا الأبرار أحبائي تحبوا الحيوانات اليوم عمو يزيد دلكم أغنية جميلة بهذا المناسبة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الحيوان مسمها بوبي كلبي الودود يلا تغنوها معايا بوبي مرح سريع لا يعرف معنى الجافاء هو عنوان الوفاء لونه باهزاه المنظر فروه ناعم ذيله أصغر فروه ناعم ذيله أصغر بوبي كلبي الوادي بوبي مرح سريع بوبي كلبي الوادي بوبي مرح سريع يقفز يلهث لما يراقي ضيفا جارا يطرق بابي لا يتعب لا يعرف خلالا دوما يلعب دون ملل لا يتعب لا يعرف خلالا دوما يلعب دون ملل دوما يلعب دون ملل بوبي كلبي الوادي بوبي مرح سريع بوبي كلبي الوادي بوبي 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 مرح سريع يقد حذر كلبي شاطر فطن يحرص داري دوما يحرص ليلا يخف نهارا عينه ترقب كل مثير يحرص ليلا يخف نهارا عينه ترقب كل مثير عينه ترقب كل مثير بوبي كلبي الوادي بوبي مرح سريع بوبي كلبي الوادي بوبي مرح سريع جالس ينظر عند الباب يعرف كل الأصدقاء جالس ينظر عند الباب يعرف كل الأصدقاء كلبي بوبي كله حركة يفهم قصدي دون إشارة كلبي بوبي كله حركة يفهم قصدي دون إشارة يفهم قصدي دون إشارة يفهم قصدي دون إشارة برافو 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 أحبائي يفهم قصدي دون إشارة أحبائي الرفق بالحيوانات أحبائي يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ اليوم جمت لكم مفاجأة من مدينة عنابة مع عم موحة لجنب ألعاب الخفة إذن تحية تحية العم موحة ترحب إذن تحية تحية العم موحة تفضل 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 ألعاب الخفقة؟ اشتركوا في القناة 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 برافو 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 إذن أنتما الأبناء نعمة من عند الله الإنسان لازم يعتني بكم باش تتربعوا بطريقة سليمة بطريقة الحسنة ونعتني بكم وننتبهو لكم يا أخي أحبائي وانتما تاني كي والدكم يحبوكم لازم تاخدوهم الراي وتحبوهم يا تسمعوا الكلام كذلك يا الله أحبائي إذن أحبائي الأبناء نعمة من الله لازم نعتنيوا بكم ونحفظوا عليكم وننتبهو لكم ولكن تما كذلك لازم تاخدوهم الراي للأولياء تعاكم وتسمعوا الكلام ونبيروا بالوالدين والمطابرة وتقرأوا مليح وكامل يا أخي أحبائي برافو برافو شاطرين أحبائي في كل مرة كان فقرة جميلة نتعرفوا فيها على مدينة من مدن الجزائر اليوم ميليسا ستعرفنا بمدينة سعيدة الجميلة إذن تفضلي ميليسا أبنتي تفضلي تفضلي مرحبا الأطفال مرحبا مدينة سعيدة كانت تسمى تيرسيف وأيضا العقبان ثم سماها الأمير عبد القادر بسعيدة تقع في الشمال الغربي للجزائر يحدها شمالا ولاية ماسكر ومن الجنوب ولايتين نعامة والبيض ومن الشرق تيارت ومن الغرب ولاية سيدي بالعباس تقدم مساحتها بستة ألاف وسبعمائة واربع وستون كيلومتر مربع ويبلغ عادة سكانها بما يزيد عن 330.641 نسمة وتضم ست دوائر وستة عشر بلدية تستهير زعيدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة خاصة الصناعة الحلافية وتحتوي على شبكة طرق مميزة وهي منطقة فلاحية أيضا توجد بها عدة معالم أطارية وتاريخية نذكر منها موقع تمزغين يوب وعين من ناعي ومغارة وات سعيدة وتشتهر بحماماتها المعدنية حمام ربي حمام سيدي عيسى حمام عين السخونة بالإضافة للحدائق الرائعة برافو 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 أحبائي مدينة سعيدة الجميلة هي على بوابة الصحراء يعني في الهذاب العليا مدينة جميلة جميلة جدا 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 لازم تزورها أحبائي لحقنا دركاء الفقرة اضحك معنا شكولي عنده نكتة جميلة يجيحكيها العمويازي نكتة جميلة تعالي بنتي هرواحي هرواحي خاضي ايه خاضي ما اسمك بنتي؟ ليان 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 اسمك شباب ليان شحال في عمرك ليان سعي سنوات سعى لايبا شطرة في دراسة نعم شحال جبتي مهدن ثمانية فاصل ثمانية وستو ثمانية وستين الله يبارك حكي لياني نكتة جميلة قليك واحد نهار وكان كاين طفل طفل قتلهم المهلمة داروا لي أفعل راح عند ماما ماما كانت تهدر مع صديقتها قتلها ووش تخلك ووحسب لوراي معها فعل كتب ووش تخلك ونعم سعى ورح عند خوة حكي ليسوطي ويقول هيا بنا كتب هيا بنا بعد ان اخته كانت تقول باتمان كتب باتمان ورح عند بابه كان يشوف في المتش عندما سجلوا هدف قال قول بعد ذلك قد هم الأستاذة قلت له طيني أفعالك بدأ يقرأ لها قلها وش طخلك قلت له ندكدوك عند المدير قلها هيا بينا وبعد ذلك قدتوا عند المدير المدير قلو وش بيك وشك حسب روحك قلو باتمان برابو 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 بنتي برابو 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 شكولي عندنا نقطة جميلة تعالي بنتي أروحي مقابل بنتي واسمك بنتي ماريا ماريا شحارت عمرك ماريا عمر 12 سنة وين سكني بنتي حوسين داي حكينا نقطتك بنتي النقطة كان أستاذة سألت التلاميذ أين يقعوا البحر الميت جاوبها تلميذ قالها يقعوا في المقبرة في المقبرة برابو 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 بنتي برابو تعالي بنتي تعالي 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 أروحي بنتي وقعدي الشباب واسمك بنتي ماريا ماريا شحارت عمرك ماريا في عمريا تسع سنين تسع سنين شحارت عمتي معدل تمانية فاصل تمانية فاصل عشرة برابو برابو بنتي جميل جميل وين تسكني في باب الواد باب الواد الحي العتيق الجميل إذا ما تحكينه نقطتاك في يوم كان أستاذ أعطانهم للتلاميذ يديروا تعبير كتابي على كرة القدم كنت داروا تعبير كتابي غير واحد لولد شفت الأستاذة قتل لها ما دارتش تعبير كتابي قال لها باسكوس سبتشتاو ما لعبوش كرة القدم آه سبتشتاو ما لعبوش برابو 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 بنتي برابو برابو إذا تعال أروح أروح ينا ينا أقعد أرودي ماذا سبتك؟ رياد رياد؟ أم سبع سنين الله يبارك ماذا سيكون رياد؟ في برورامة الله يبارك أخبري نقطة تعالك أه أقل لك أخطراء أربعة سبتشتاو المهابل كان أربعة وقالوا لهم كثيرة معابل قاعدوا يشتحوا قالوا ما براوش موحد ببناش قالوا هدبرا قالوا لهم قالوا لهم ما دمش تحقل لهم من العروسة هو العروسة شو لدينا نكتاء تعالي أوليدي أروح أروح تعال 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 أوقعد أوقعد أوليدي ماذا اسمك وليدي؟ سعيد ماذا عمرك سعيد؟ 11 11 11 سنة 11 سنة الله يبارك وين تسكنوا ليدي؟ بو مرداس كيفو مرداس الجميلة الشواطئ الجميلة تعرضونا هاد العام الجنسي فوانتكم ها؟ تعرضونا يا غي؟ إن شاء الله إن شاء الله حكيينو كتاك وليدي وهدا معلم ساقصة تلاميذة قررهم مثالبي لا بيوض ولا والود ماذا أبو هاد يقول للثالب لك يفعلوا كل شيء آه يفعلوا كل شيء برابو 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 أحبائي برابو 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 أحبائي الحقنا دركا لفقرة رسائلكم إذا ميميشا جمينا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع البريد وعبر موقع الأنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار أراء ومراحضات بشع ميميشا وعطونا أنتم تحية الميميشا تحية 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 شكرا 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 ميميشا شكرا إذا الرسالة الأولى مشري عبد الكريم مدينة البيض يا السلام على مدينة البيض قالكم أحب وعم ويزيد وكل الأطفال ربي يا حفظك مشري عبد الكريم حداشا سلام البيض وتحيتنا لكل الناس البيض فريدي آية ومريم آية أربع سنوات ومريم عشر سنوات مدينة بوهارون وليت تيبازة بوهارون الميناء والشواطع وليت تيبازة الجميلة قتلك نحن نتابع برنامج مع ميزيد ونحبوه بالزاف ونريد المشاركة إذا حتما سوف نتصل بكم فريدي آية ومريم من بوهارون مرحبا بكم بنتي عم ويزيد تاني متشوق باش يتلاقاكم اللي هنا بوزيدة الهام 12 سنة مدينة قسنطينة الخروب يا سلام على مدينة الجزو المعلقة أتمنى المشاركة في البرنامج لأنه ممتع ومفيد جداً خاصة فقرة الجواب على الأسئلة برابو برابو إلهام بوزيدة بنتي من قسنطينة من الخروب بركان مريم خمس سنوات مدينة سعيدة اللي تكلمنا عليها سعيدة الجميلة بنتي تشاهدكم دوماً وتتمنى المشاركة معكم من أمنياتها هذا الطالب نرجو القبول بالطابع بالطابع بركان مريم من سعيدة بالطابع نقبله بالطالب بتاعك إحنا نتشرفوا أنك تزورينا راح نكلموك بشجد حضري معنا في التصوير كادور هبا ثم السنوات من زيرالدا من الجزائر العاصمة قلتكم أنا أحب كثيراً عم يزيد وأريد الغناء والرس معه من فضلكم اقبلوا مشاركتي في الحصة كادور هبا من زيرالدا بالطبع سوف نقبل مشاركتك بفرح وسرور وهذا شيء يشرف نحن تاني كي جيد حضري معنا عم يزيد يحتفظ بهذا الرسائل الجميلة 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 ودركا الحقنا أحبائي لفقرة الجواب عن السؤال رجل كان بالخارج ما عنده لم يضل ولا قبعة ولكن شعره لم يبتل لم يبتل لم يبتل لم يبتل من 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 تعالي أروحي أروحي بنتي عاودي يذكرين باسمك ليان ليان أسمك شباب ليان وش هو الجواب لم يكن لديه شعر لأنه كيفش يقولوك ما يكونش عنده شعر أصلى برافو لأنه أصلى أعطيه الهدية تحا لأنه أصلى أصلى شكرا 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 إذن بنتي ليان فضلي هذه هدية هذه هدية على شتارتك شكرا لا أفو لا أفو بنتي لا أفو إذن لأنه كان أصلى ما عنده الشعر لذا لم يبتل يا قيا أحبائي 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 دركا في فقرة رسم اليوم نحن نقول البشرة جيب لنا رسم تحا بش نشوفوه في كل مرة بشرة تمتعنا وتفاجأنا برسم جميل يلا بشرة بنتي جيب لنا رسم هذا كنشوفوه يلا نحكم الميكرو وأنا نحكم الرسم هذا الجميل أووووووووه 10 ديسمبر اليوم العلمي لحقوق الحيوانات أحبائي الحيوانات كاملة تستحق الحقوق توحى نعتدي وردها والأكيد نكونوش عنفين برافو برافو بنتي برافو برافو رسم جميل جدا برافو برافو بشرة بشرة في كل مراتنا برسم أحبائي في كل مرات نحتفل بعيد ميلاد تفعله على طفلة اليوم عندنا عيد ميلاد وفاء تعالي بنتي نحتفروا عيد ميلادك تعالي وفاء تعالي تعالي وفاء تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي وفاء تعالي إذن إحنا نغدو الوفاء عيد ميلادك إحنا نعيد أنتوما أصدقائنا يروحوا يجبونا القادو ديالها يلا تغنوا معايا عيد ميلة لك أحد العيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارد في كويزين وقل لك عيد ميلة سعيد الله يبارد في كويزين وقل لك عيد ميلة سعيد من قلبي ديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بنات يلا نطير بالونات بس أنا غراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات بس أنا غراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها للا حلوى يا محناها بس مكنتا زيبناها للا حلوى يا محناها باب الله يذولوه واصحابه يبرغولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل برافو إذن وفاة بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمع وانتوما أحبائي متشعلوش الشمع وحدكم ومتمسوش قاع النار نحبوكم ما لازمش تتحرقوا الكبار هما يشعلو لكم الشمع يا أخي أحبائي نتكلوا عليكم إذن دلوا معي العدد التنازل اللي وفاة برافو برافو إذن وفاة عمو يزيد يعطيك هاد الشهادة شهادة إنجاح تصوير حسة ما عمو يزيد وانتوما أحبائي كل واحد فيكم رح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كبكرة لتصوير حسة ما عمو يزيد وفاة بما أنك رسلتين باش تحتفلي بعيد ميلادك رامي راعي برنامج ما عمو يزيد يعطيك هاد الهدية الجميلة الجميلة شهادة تستفادي بيها شكرا العفو بنتي العفو العفو إذن ونا ما بخالي إينا نقول لكم بقوة الأخير سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي نحبوكم سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عم يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناك على كل حالة أنا كنت مركز في الصفحة عمه ينزيل ما طولت شارع كل حالة وعي طولت صافي بليزير جيت الدرالية عند يتوازن خون جيتهم كان استقبال ما شاء الله هاربي بارك عاجبني الحالة ما مدرالية رام فرح علي ما شاء الله أعطيكم الصحة هذا ببنح كان جيد ألم تيز بزوف فرحانة بزوف فرحانة بحياتنا شكونا وينصحنا ممتحنا من معلومين وينصحنا في الصفحة كما تتوازن في الصفحة لكما تكن حالة جيدة ممتحك ذاتنا وينصحنا لأنك وبينصحنا لحياتنا pour مهم إعجاب محكة كانوا تعطشين باش يشوفوه يحبوه بزاف يشوفوه في الزي بيسوتاوعو ويديس دي بلاس صافي كانوا يسنو في عادية باش عيطولو باش عيطلهم الأطفال يحبوه عمو يازيت ويحبو الحصة عمو يازيت ويتبعوها سيبوخ سا تجلتهم والقادسة كبير الحصة عمو يازيت بيانسور كانت تير بخيز ديهم دو بغمي شكلت دو نوجباء نوجباء تنميذ النوجباء كانوا بزاف الحامل يحبوه عمو يازيت حصة عمو يازيت يحبوه أغاني عمو يازيت أغاني تربية هادفة ما شاء الله يعني كانوا بزاف الحامل سبحت لجاناتهم بكري باش يحضروا الحصة لحنا يوم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازيت لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد أحببتونا في موعد جديد